عندنا برضو تريند كان مهم جدا وظهر من مبارح بالليل ونهارده الصبح كان تصدر تويتر وموجود على جوجل بشكل كبير اللي هو القضية اللي ليه علاقة بمستشفى الحسينية بالشرقية والعنياء المركزية وكان التو هاشتاج دول العنياء المركزية ومستشفى الحسينية دول من الأكثر بحسا ومن الأكثر نقاشا على تويتر وعندنا دول كتير جدا عربية بحثت وهتمت بالموضوع زي ما احنا شايفين وإحنا يعني مع الوقت ممكن نبدأ نحلل بعض الهاشتاج ونشوف مين أول واحد نشرها ونشرها إيه ودود الفعل الإيجابية والسلبية عليها sentiment analysis فهو كان رقم اتنين في أول تسع ساعات من صباح اليوم بالعنياء المركزية ومستشفى الحسينية وكان فيه كمان ردود فعل كبيرة جدا موجودة سواء بقى بتنتقد القصة بتسأل بتستفسر منتظر رد فعل وده اللي حصل من ردود فعل تمت على الموضوع عندنا كمان القصة رقم اربعة فتحة تيران السعودي نقول ده تريند في مصر تريند وسريع وهو ايه كمان فيه تريندات بتطلع سنة سنة لحد ما تلاقي زي مصر رقمية ده تريند ما عملش فرق قعد خطوات لحد اه فهو نقدر نقول ان هو تريند متوسط لكن شبه دائم لكن انت بتتكلم على فتحة تيران السعودي كان تريند سريع مجرد ما تم الاعلان ان فيه مفروض امبارح بدأ التيران بدأت الناس كتير جدا تعمل بحث ليه؟ لان كتير جدا من المصريين اللي عاديين هنا عايزين يرجعوا للسعودية لو لهم عمل هناك هناك عايزين يجو بعدين احنا بنتكلم في تقريبا 2 مليون مصري موجودين في السعودية سواء هنا دلوقتي او هناك ففيه اهتمام بعائلاتهم لو ضربت في خمسة انا بنتكلم في 10 مليون يعني وكان بقى فيه بحث ليه علاقة بشركات التيران بس ممكن نرجع بس للمحافظات كان فيه بحث ليه علاقة بشركات التيران المصرية والسعودية ودي المحافظات دي نقدر نبص عليها فنفهم مين اكتر المحافظات في مصر المرتبطة بسوء العمل في الخارج ده مش معناه ان هم دول بس لكن لهم ايه بقى انا مش شايف كفر الشيخ اه الدهالية اه سوهاج المينيا باني سويف كفر الشيخ اه يعني كفر الشيخ اهم اهم اه كفر الشيخ هي كنيس بوتناسو برضو اوكي ده من جوجل سيرش من الاكسبلور بتاع جوجل والدهالية اه دهالية وسوهاج والمينيا وباني سويف دي اكتر المحافظات اهتماما وبالتالي نتوقع انها الاكتر فيها لها ناس عمالة اه كتير جدا ويعني طيب غيره عندنا اه باكيج كده شائعات اه عندنا شوية شائعات طبعا يعني البلد مش خالية من الشائعات ده 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 يعني اعايز اقول لحضرك تقريبا تقريبا دلوقتي بقى جزء كبير جدا من دور الاعلام ان هو ينفي الشائعات اه لان كم ده اجهزة الدولة اه ده تنفي الشائعات لان الناس بتصدقوا بتروج وشغال احنا احنا بنساعد الكذبين في ان احنا نروج الفيسبوك يعني مجلس الوزراء تقريبا ما بيفوتش تلات اربع ساعات اه احنا كنا بنستنى بالتلات اربع تيام صحيح للوقت ايه النهارده انت شاف الحسرية من امبارح للنهارده ورئيس الوزراء واجتماع وتحيات نيابة ومنتظرين النتائج الله يا مصر انت بترد عن الناس اول بول بالزبط هو ده اللي هكنا بنتكلم عليه فكرة التايم لاين لما تيجي تتكلم على وقعة مستشفى الحسينية كانت في فجر اليوم بدأت تنمو فيه اخبار فيه الشائعات بدأت تظهر فيه كلام حقيقي وكلام غير حقيقي ظهرت ثم الافلة بجي في أهل من اربعة عشرين ساعة حصل ايه الشائعات بقى الشائعات عندي شائعة ليه علاقة بغرامة عشر تلاف جنيه على وعشر تلاف جنيه يعني رقم برضو يخد برضو شوية يعني فمش هياخد اللقاح هيتغرم عشر تلاف جنيه طبعا تم ناخد تم نافي الشائعة بس انا فيه لقطة هنا عايزين نوقف عليها بعد يسنع دي بعض الاخبار اللي انا في اعتقادي انها بتتعامل مع الشائعة بمكس من اعادة تدوير الشائعة بمنطق الشائعة يعني لما نيجي نبص على العنوان فرض غرامة عشر تلاف جنيه للتنعين عن التطعيم كذا 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 بعد كي يقول لك الحكومة توضح بالتفاصيل النوع ده من العنوين هي عنوين انا في اعتقادي مغرد اه الحكومة توضح احنا بستلناش الحكومة توضح احنا بنتكلم في تقريبا اتنين مليون مصري موجودين في السعودية سواء هنا دلوقتي او هناك ففيه اهتمام بعائلاتهم لو ضربت خمسة اهتمام كبير انا بتكلم في عشر مليون وكان بقى فيه بحث ليه علاقة بشركات التيران بس ممكن نرجع بس للمحافظات كان فيه بحث ليه علاقة بشركات التيران المصرية والسعودية وديه المحافظات دي نقدر نبص عليها فنفهم مين اكتر المحافظات في مصر المرتبطة بسوء العمل في الخارج ده مش معناه ان هم دول بس لكن لهم ايه بقى انا مش شايف كفر الشيخ اه الدهالية اه سوهاج المينيا باني سويف كفر الشيخ اه يعني كفر الشيخ اهم اه اه كفر الشيخ هي كنسبة وتناسب برضو اوكي ده من جوجل سيرش من الاسبلور بتاع جوجل والدهالية اه دهالية وسوهاج والمينيا وباني سويف دي اكتر المحافظات اهتماما وبالتالي نتوقع انها الاكثر اه فيها لها ناس عمالة كتير جدا ويعني طيب غيره عندنا اه باكتج كتير شائعات اه عندنا شوية شائعات طبعا يعني البلد مش خالية من الشائعات ده 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 يعني اعايز اقول لحضرك تقريبا تقريبا دلوقتي بقى جزء كبير جدا من دور الاعلام انه ينفي الشائعات اه لان كم ده اجهزة الدولة اه ده تنفي الشائعات لان الناس بتصدقوا بتروج وشغال احنا احنا بنساعد الكذبين في ان احنا نروج بس فيه مع بداية كورونا بدأ يبقى فيه استعداد وفيه صفحات الفيسبوك يعني مجلس الوزر تقريبا ما بيفوتش 3-4 ساعات اه احنا كنا بنستنى بال3-4 تيام صحيح دلوقتي النهارده انت شاف الحسابية من امبارح للنهارده ورئيس الوزراء واجتماع واتحاياات نيابة ومنتظرين النتائج الله يمس انت بترد عن الناس اول بول بالزبط هو ده اللي حكنا بنتكلم عليه فكرة التايم لاين لما تيجي تتكلم على وقعة مستشفى